سيكون موضوع هذا الدرس عن المكثفات احدى مكونات الالكترونية المهمة تمتاز المكثفات بقدرتها على تخزين وتفريغ الطاقة فهي تشبه البطارية القابلة للشحن يتكون المكثف من لوحين معدنيين ومادة عازي لا تسمى العازل الكهربائي يتم وضع اللوحين المعدنيين قريبين للغاية من بعضهما وبشكل متوازي بينما يتم وضع العازل الكهربائي بينهما للتأكد من عدم تلامسهما عندما يسر التيار خلال مكثف فان الشحنات تصبح عالقة على اللوحين لانه لا يمكنها المرور خلال العازل الكهربائي تعلق الالكترونات وهي سالبة الشحنة على احد اللوحين وتجعله سالب الشحنة تدفع الكمية الكبيرة من الشحنات السالبة على احد اللوحين الشحنات المماثلة السالبة بعيدا عن اللوح الاخر مما يجعله موجب الشحنة عندما تتجمع الشحنات معا على المكثف بهذا الشكل يقوم المكثف بتخزين الطاقة الكهربائية مثل البطارية حينها يقال عن المكثف أنه مشحون إذا تم إنشاء مسار في الدائرة الإلكترونية يسمح للشحنات بأن تسري بمسار آخر تجاه بعضها البعض فعندها ستغادر المكثف ويحدث التفريغ السعر الكهربائية للمكثف هي مقياس يخبرنا عن أقصى كمية من الشحنة يمكن المكثف أن يختزنها وهذا شكل المكثف في المخططات الإلكترونية يجب الحذر دائما عند لمس مكثف على دائرة كهربائية حتى وإن كانت محصولة لأنه قد يكون مشحون بالذات المكثفات ذات السعة العالية جدا فقد تكون الشحنة المخزنة عالية جدا وخطرة هناك عدة أنواع من المكثفات فمنها مثلا المكثفات الخزفية وغالبا سعتها قليلة ونوع الآخر مكثفات الألمنيوم والتانتاليوم الإلكتروليتية تمتاز بسعات أعلى وغالب ما تكون مستقطبة أي أن لها طرفان موجب وسالب وينبغي الحذر عند وصله لأنه إذا تم وصله بالعكس فقط يتلف أو ينفجر غالبا يكون الطرف السالب مميز بعلامة أو شريط ويكون الطرف الموجب أطول قليلا مرة سابقا كيف يمكن استخدام الديود للتحويل من تيار متردد إلى مستمر ولكن التيار الناتج سيكون غير مستقر كما هو موضح في هذا الشكل يمكن ترشيح هذا التيار ليكون تغيره أبطأ عن طريق المكثفات حيث أنها تقاوم التغير السريع عن طريق الشحن والتفريغ البطئين للتيار وهذه نفس صورة محاول الجوال التي عرضتها في الدرس السابق ويمكنك مشاهدة عدة مكثفات يمكن كذلك استخدام المكثفات لتخزين الطاقة وتفريغها ومن التطبيقات التفريغ السريع جدا لفلاش الكاميرا اشتركوا في القناة